ايها الأحبة الكرام في رمضان ومع نهاية هذا الشهر يسارع الناس إلى الأسواق يسارعون إلى شراء مستلزماتهم هل ستنقضي الأسواق ولن يبقى لك شيء؟ سوق الدنيا لن ينقضي سيظل سوق الدنيا بعد رمضان الذي سينقضي هو سوق الآخرة والذي سينقضي ولن يعود حتى السنة القادمة أتستبدل سوقا فان بسوق باق أتستبدل أسواق الآخرة وتتركها وتأخذ سوق الدنيا الذي لا يخلو من تقصير أو معصية أو مجاهرة بمعصية أو سوء أو أقل هو تبذير وإسراف إياك أن تكون ممن تعجلوا بانقضاء سوق الآخرة وتعجلوا إلى سوق الدنيا إياك أن تكون ممن أضاعوا هذه الليالي المباركة باللهو والعبث وتضيع الوقت بما لا ينفع لا ترهق نفسك نحن متفقون على ذلك لكن إياك ثم إياك أخي أن ينقضي شهر رمضان وأنت لا تعلم ماذا حصل لك تلك الساعة التي تنتظرنا جميعا يوم القيامة ونفر إلى الله سبحانه وتعالى ففر إلى الله هذا خطاب ربنا لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر